ذكرت إدارة الإعلام الأمني في مدرية الأمن العام أنه سيتم إغلاق بعض الطرق في منطقة البحر الميت يوم غد من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء نظرا لوجود فعالية لهيئة تنشيط السياحة وستشمل الإغلاقات جميع مسارب الطريق القادم من منطقة الفنادق ولمسافة كيلومتر واحد باتجاه نقطة السويمة إغلاقا تما كما سيتم إغلاق مسارب من الطريق القادم من نقطة تفتيش السويمة باتجاه منطقة الفنادق ولمسافة كيلومتر واحد في حين يبقى المسارب الآخر مفتوحا أمام حركة السير أما طريق الخدمات فسيبقى مفتوحا أمام حركة السير